السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي قناة ابن الواحى اهلا بكم اهلا بك عزيز المشاهد في فيديو جديد احد المتابعين كان كلمني على الغطاء التانك ده بيقول لي ان الفتحة الصغيرة اللي فيه دي دايما بتفضي البنزين يعني سواء ميلها او ما ميلهاش او هو شغال في المحشة كده يعني انا بميلها هو دلوقت يا جماعة مفيش اي بنزين نازل منها طيب علاج المشكلة دي ايه انا اول ما كلمني قلت له انا هعمل فيديو وهرفعه على القناة ان شاء الله كده بنفك الغطاء ده يا جماعة اهو وهنقرب الغطاء من الكاميرا اه لو بصينا كده يا جماعة هنشوف الفتحة الصغيرة دي طيب دي بتفضي بنزين الفتحة دي اه فيه ناس بتجيب اه يعني اي حاجة كده وبتسدها بتقول لك لا خلاص عشان ما تفضيش بنزين فانا ما نصحكش ان انت تعمل كده اه لو الخواجة اللي صنع المحشة يعني شايف ان الفتحة دي ملهاش لازمة ما كانش يعني عملها طيب ايه فيدتها الفتحة الصغيرة دي اه الفايدة بتاعتها ان هي اه المحشة وها الشغالة تسحب بنزين فبالتالي كمية البنزين بتقل من تانك المحشة او من التانك فى اه بتسحب معه هواء لجوها بتسحب معه هواء لجوها وانت نما بتبقى سايب المحشة في الشمس مع الوقت البنزين بيعمل غاز فبالتالي لازما يبقى فيه حاجة كده زي الغطى بتاع الموتسيكل تايما تلاقي غطى الموتسيكل بتاع التانك بنلاقي فيه فتحة زي كده عشان خطر ايه مع الحركة ومع الماشي بيطلع الغاز اللي جوه التانك طيب هي وانا شغال بالمحشة بتفضي بنزين بيخرج بنزين من الفتحة الصغيرة دي طيب هادو نوح جايبين الغطى فكين زي ما انا فكيته كده يا جماعة وبالراحة بروح خالع الجزء ده اهو يا جماعة اهو بالراحة كده الجزء ده تمام ايه اللي موجود في الجزء ده الجزء ده فيه جلدة هاي ادي الجلدة ما ننساش ان احنا يعني عشان ما نعرف نركبها جلدة او بتبقى زي نظام كده ايه ما تخليش البنزين حوالين الغطى اه زي ما نقول ايه يرشح دي بتبقى حاكمة الغطى في التانك اللي يعني انت بتعملها كده وبتروح مسبتها جامد وبتروح اه مرجعها تاني كده وبتربط الجزئية دي بتبقى جاية في الحافة اللي هي دي بتاعة التانك فما بتخليش البنزين يرشح حتى وانت بتشتغل لانه بيبقى فيه اهتزاز جامد طيب احنا اه برضو عايزين نحل المشكلة دي هنروح جايبين يا جماعة شايلين الجلدة كده اهو فيه جزء هنا اه جلدة صغيرة اهي هنشيلها دي المفك الجلدة الصغيرة دي اهي يعني لو دوسنا عليها كده او يا جماعة هنفتحها او فتحناها لو دوسنا عليها كده فتحناها دي ممكن تخش اتربة جوه او يعني زرة من الرمل كده تروح داخلها جوه حاجة كده هتروح سايبة الفتحة دي مش لزقة كده طيب انا بالراحة كده بروح فتحها كده وانفخ فيها ببقي كده وانضفها كده بالراحة كده ولو معها دبوس ابرة صغير خالص ممكن انضفها اول ما بتنظف الفتحة دي وتدوس عليها كويس كده يعني ما تسيبهاش بالوضع كده يعني مثلا ايه مش عايزين نعدي الدبوس ونخليه يطلع من اي جزء من الجناب لا احنا بس هنفتحها كده وبقق كده لو فيها اي حاجة كده تمفخ فيها بالراحة كده يا جماعة بعد ما بتنظفها وخلاص كده تطمنت كده ودست عليها وتأكدت ان ما فيش اتربة جوه كده ما فيش حاجة عايشة يعني حاول كده بالبنسة مثلا او اضغط عليها كويس كده اضغط عليها كويس كده بالبنسة خلاص بقى انا كان فيها اتربة او اي حاجة شلناها نضغط عليها كويس كده ونبدأ نركبها تاني يعني انا بعمل حتى انا بنفخ فيها كده مرة واثنين وثلاثة طيب هاجا اركبها ازاي كده ادي العدلة بتاعتها يا جماعة اهي واروح بالراحة كده في الفتحة الكبيرة اللي في الغطة اللي في الجزء بتاع الغطة وارا بالراحة مسقطها كده واحدة واحدة لغاية نما ايه ودوس عليها كده اضغط عليها لتحت لغاية نما تبيت لغاية خلاص كده بقى مش هتطلع تاني لما نيجي ننفخ فيها نقربها من البقين وراحة بتدي هوا اللي هو بيسحبه التانك الجوه اهو طيب اشفط بقى هتلاقي هي ايه مفيش نسمة هوا واحدة او زرة هوا يعني ايه حاجة كده طلعة اللي برا فخلاص انت كده ايه اول ما بتشهد مفيش اول ما بتنفخ يبقى هي بتسحب الهوا لكن ما بتطلعوش يعني ده لو هي محكومة كويس يعني هدفها كله الرئيسي ان هي ايه تدخل الاكسجين او الهوا ليه لان المحشو هي شغالة بتقل لنسبة البنزيم اه زي ما انا تكلمت في اول الفيديو خلاص هي كده تمام هادي يا جماعة الغطة هون بروح مركب الغطة كده اهو يا جماعة خلاص بقى سبتو بروح جايب الجلدة دي وحضطها كده بجيب معايا ما فك عادة كده بالراحة بسبت الجلدة لو انت شايف اني مثلا مش تعرف تسبت الجلدة الافضل ان انت ايه تسبتها وهي برا يعني هاو يا جماعة بالراحة كده هادي الجلدة اهي اهي بالراحة كده هنسبتها واحدة واحدة كده يا جماعة لان هي ايه لازم انت شدها لازم انت شدها لان هي 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 ديقة عشان تبقى محكومة خلاص كده تمام كده انا ركبتها اروح مسبتها هنا اهو اهو يا جماعة بالراحة كده بالمفك كده وابيت الجلدة كويس عشان ايه ما تتاكلش من الغطا اروح رابط الغطا كده تمام كده زي ما حضرتكم شايفين في الفيديو كده انت خلصت الشغل ده استحالة هتطلع بنزين من الفتحة الصغيرة دي طبعا احنا اهو لو رجعنا تاني طب انا عايزة اشوف الفتحة اهو تاني هاشل هاي يا جماعة حاجة بسيطة خلص وسهلة يا جماعة الفتحة ايه ممكن تكون واضحة هنا يعني انا هسبت النور عليها فتحة ايه فيه ناس بتسدها ايه وعا تسدها زي ما انا قلت في اول الفيديو اهي يعني شغالة يعني عن نفس انا في ناس تسدها انا عن نفس انا ممكن اجيب اي حاجة ده بوس ابرا وسلك عادي ليه لاني كل الشغل هو جه جات رملة في الجلدة الصغيرة دي خلاص بقى يا جماعة انا رحنا نركبين كده وراح نربطين الغطا وكده مية مية وان شاء الله معاديتش هتخرج بنزين من الفتحة الصغيرة دي اه اشوفكم على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة